بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي المتابعين كامل السلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته جمالي مع التلميذي تع سنة الرابعة متوسط في مادة اللغة الفرنسية We're coming to page 12 and we'll say we'll read the text and we'll read the most important words in this project بسم الله Alors la première chose c'est le titre A la découverte de l'Algérie We're going to talk to Al-Jazeera Donc l'Algérie est un pays à découvrir Non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique De sa superficie Donc هنا Al-Jazeera هي بلد بلد ادكوفر يعني لي لازم نكتشفوه مشي باسك فقط هو اكبر بلد في افريقيا بالمساحة تاع و لا سوپر في سي مع تالمساحة مي سورتو ولكن سورتو سورتو باسك سي بيزاج سون اوسي بو كو ديفر مناظر الطبيعية لي بزاف شابين و بزاف متنوعين ديفر سا veut دير varier لسينوني متاع ديفر هو varier نبدأ والآن وش رحي نبدأ رحي نوصف نديرو لا ديسكريبسيان و اشك فوى نديرو 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 هي في الحقيقة عندي هدف عندي الهدف الهدف التاعي والغاية التاعي دونك لفيزا التاعي وش راني نهدف اليه هي اني نقنعك دونك يولي عندي ان تكست ديسكريبتيف فيه الوصف افيزا ارغومنتاتي منيش نوصف لك وخليك عني نوصف لك باش نقنعك عندي هدف في راسي اوكي كيما انتم كتروحوا تشرح ويجي العيد وهذاك السروال مثلا شوية غالي وش رح تقول ماما ماما شفت سروال جين وتخليها تقولها سروال جين و السوما مليحة والقماش فور وموديل جديد اك توصف بس احنتمشي كتوصف لهاك وخلاص اكتسي تقنعها به تشريهو لك TOR أمون ينتظر لك اعطله لك سروال جين وحتى من تجربا معالي ونت يسمع التعبط wearing شريد ضرب نيج لتتغطى بالثلج في الشتاء نتمنى نكبيلي مثلا وخاصا في منطقة القبائل الزو بلاتو ندخلو عزو بلاتو العليا الزو بلاتو والأطلال صحراوي صن دي رجيون سمي-اريد سمي-اريد من ده شبه جافة نصف جافة سمي كم سمي رومرخ سمي-اريد نصف جافة نحن ندرو على المنار كيف أشنكو المنع؟ هذا حين أن نحتاجه في واجب reasonably في الحياة التي توجد القليم. كيف أ obtainه لكلمع السياسي من في كل الأعرية El Marocنا Ski Kour Dana وتوجد قليم هم من رصيد America إلى اللعبة الكامل الخارطات الجزائر. اه الالفاج يعني الرعي الرعي الغنم تربية المواشي هذه دابور انسويت يعني نزيد عليها معنى هالواحات تعرفوا الواحات الناخيلة كامل اللي تبين البداية حدود الصحراء بداية الصحراء ما هي هذال الزوازي بسكرة بسعادة لغوات او انكور غردية située معنى تها qui se trouve qui se situe dans la vallée دومزاب اي كلاسي او patrimoine دلونسكو محسون مكلاسي امعنى لونسكو على شكي كلاسي او كلاسي في الونسكو حاجة مليحا بسكتولي معروفة عالميين النسجة تسمع بيها محسون بلد البلد ok donc كلاسي على شكي امعنى لونسكو pour son architecture pour هنا معنتها اكوز 2 c'est l'expression de l'اكوز وحن نشوفها في الدرس للغرامر pour son architecture يعني العمران الهندسة المعمارية عرب العربية ميديفال plus au sud كنا في شائد الساحلي تخلنا الهضاب العليا مشينا للواحد زيد مشي شوية plus au sud le massif دي هوغار et le تسيلي دي زاجر donc كتدخل في الجزائر ركتمشي كتمشي الجنوب رح تلقى le massif يعني سلسلة جبل الهوغار والتسيلي س دernي لي هوغا تسيلي دي زاجر فيجور هوثاني و patrimoine mondial دي لهمانيتي علش غراس محسب شو لأكوز 2 بساك تكون حاجة منيحة غراس اى سي پنتور روبستر تعرفوهم كامل هذو كالرسومات الاثريا في جبل في التسيلي كملنا لي هذي الاسباب المذكورة علاه كيفاش نقولها ان فرانسي قولت حي�� هذي خيرا مستمر هاذا لأس لغ submission الك spouse تلقاو دي من دابغي هنا التامارين حبا حبا كيف همنا نصدق كل عادي كل حاجة جينا سهل Первая question. Quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte? Donc, l'introduction. L'Algérie est un pays à découvrir. Quelle est la thèse? Bien sûr, la thèse. L'Algérie est un pays à découvrir parce que ces paysages sont aussi beaux que divers. Je choisis la bonne réponse. Ce texte descriptif traite uniquement de l'histoire algérie. B, met en valeur la beauté d'Algérie et la diversité des paysages d'Algérie. C, décrit les villes côtières de l'Algérie. C, on va prendre la réponse B. Dans ce texte, l'auteur met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. Trois. Trois. D'après l'auteur. D'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière? La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts. Elle a permis de s'emmergerir et d'autre côté des paysages d'Algérie. Le bon au milieu. Le bon au milieu est la belle. C, décrit les gauges d'algérie, des paysages de l'atlas de l'Athlase. C, décrit les paysages d'Algérie et d'Athlase de l'Algérie et d'Athlase. ده من نقول كي كور كي كور ده بي لفرانتير ماروكين جسكو نورست ده لاجيري اي ده لزيمانس اي تاندوه هنا نكتبوها نقدوه نحب سوحت هنا نكتبوها كامل كامل مفيدا سانك پوركو غردية اتال كلاسي و patrimoine ده لونسكو انا غد كون عندك پوركو تو وايكسريني لأكوز الدرس على قوز تلقاوها في القانات رهو كامل الكلمات ده لنحتجوهم هنا مويمحنا حنحو سوالا غردية هايلك غردية سيتيوه ده لنه ده لنه منطقة الجغرافية تحالالا منحتجوهج پور كما شرحنا في القراءة پور هنية فا إحسريني لأكوز ده لنه پوركو پور صنع اخي تير عراب ميديوال هنه نحبسوهنا ok 6 پوركوال ريزان ماتها پوركوال پوركوال ريزان فور ك laufen انحنا ماتها ماتها نكتا توساد جوه منطقة ده لنسبة ترجمة ده لنه بدون ده لنه ده لن أحب ذو آ ها كتوفوا لإعجابة المهمة جدا لازم تحفظو منح الكلمة غراثة سيهنة تحفظو منح الكلمة غراثة سيهنة تحفظو منح الكلمة هادي هي الإجابة لنحوصو عليها نميرو ست دابري توى پوركوى لكلاسمن دان سيطة أو باتريموان دلونيسكو أو بيان أو باتريموان منديال دلونيسكو اتيل أمورتان علاش مهم أنو مكان ما يتكلاس أتكلاسيه لونيسكو علاش في رأيك علاش خمم شوي بكثير منحي تحفظو منحي سيحاولي شريف فهم أنواحد كتابة الأنغية تحفظو منحي لكذا تحفظو تحفظو من يتيكو بيانو شراء عمله اتكلاسيه لحفظو يصنيف 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 يحفظو كما يكون حدثة من ربما يتحدث عن الأولى كما تفعل ت أكثر سيئة فأكثر سيئة من القلقية سأشترك في القلقية في كل ذلك سيئة في الجسم يفتح أن تتخل في القلقية سيئة تحول لأوشاكتون Je pense que l'auteur est en train d'inciter ou d'inviter les gens à venir visiter l'Algérie. Voilà, tout simplement. Pour conclure, on crée ça pour qu'on fahmé. Pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, un lieu ou une région, on utilise une description, une visée argumentative. On décrit un lieu, un paysage. La végétation, les plantes, les nubes, les constructions, les binaies, surtout une architecture spéciale, les personnes qui sont très généreuses, les personnes accueillantes, des animaux, les couleurs que l'on voit et les bruits que l'on entend. Voilà, c'est mon matériel. Et c'est le défi. Sur le niveau de la végétation, c'est un de la végétation. D'un point de vue, on apparaît dans le paysage. Allain, c'est l'apparaître. Il y a une occasion. Il y a un paysage. Il y a une occasion. L'éveil des champignons. Il y a un des champignons. Tout d'allойти. اشتركوا في القناة